سنحل في هذا الدرس مثالاً آخراً على السرعة المتجهة والإزاحة والزمن مشت عائشة لمدة دقيقة واحدة بسرعة 5 متر في الثانية باتجاه الجنوب ما مقدار الإزاحة؟ تعلمون أن السرعة المتجهة V تساوي الإزاحة S على الزمن T اضربوا طرفي المعادلة في T لتشطبوا التي مع بعضها البعض وتجدوا الإزاحة الإزاحة تساوي السرعة المتجهة ضرب الزمن كما ترون في المثال أمامكم مشت عائشة لمدة دقيقة أي أن T يساوي دقيقة واحدة ويذكر المثال أيضاً أن السرعة المتجهة هي 5 متر في الثانية إلى الجنوب إذن عوضوا القيمة هنا 5 متر في الثانية إلى الجنوب ويساوي 5 متر في الثانية إلى الجنوب ضرب دقيقة واحدة عند الحديث عن الإزاحة نتحدث عن المسافة والاتجاه لكن لا نريد أي وحدات أخرى لاحظوا أن لديكم وحدة الدقائق هنا ولديكم وحدة الثواني في المقام ولا يمكنكم شطب الدقيقة مع الثانية لحل هذه المشكلة يمكنكم تحويل الخمسة متر في الثانية إلى كمية أخرى بوحدة متر في الدقيقة أو تحويل الدقيقة إلى ثواني من الأسهل أن تحولوا الدقيقة إلى ثواني يوجد 60 ثانية في الدقيقة لذلك اضربوا الطرفين في 60 ثانية على دقيقة اشطبوا هذه مع هذه أصبح لديكم الآن خمسة متر في الثانية إلى الجنوب ضرب 60 ثانية يمكنكم الآن شطبة الثانية مع الثانية إذن الإزاحة تساوي خمسة ضرب 60 والوحدة المتبقية هي متر إلى الجنوب ويساوي ثلاثمائة متر إلى الجنوب أما المسافة فهي هذا العدد فقط ثلاثمائة متر بدون أخذ الاتجاه بعين الاعتبار انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر